بس الواقعتين دول هم اللي بيرجعونا مرة تانية عشان ننبه على حضراتكم جميعا أول ما يبقى الرياح شديد أو الأمطار غزيرة الإجراءات دي لازم ناخد بالنا منها على طول نفكر نفسنا بها ونفكر كل الناس اللي حوالينا بها وعشان سوء الأحوال الجوية النهاردة كمان ده على طول الوزارة الصحة قالت إنها منذ الصباح تحركت على طول رفعت درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية كان فيه تكثيف لصيرات الإسعاف وتوجوده على الطرق والمحاور الرئيسية تزامنا مع تعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والعواصف الترابية اللي موجودة وده شيء طيب جدا الشيء بالشيء يذكر كمان ساعات في بعض هذه التقلبات اللي في الطقس في بعض العادات الخاطئة للناس بترتكبها داخل البيوت سنوات اللي فاتت كان سعب بيحصل حوادث وفي ضاء هذه الحوادث بنبدأ نتكلم على هذه الإجراءات ان احنا خد بالنا منها